بدء عملية إخلاء رفح هل هي جزء من خطة إسرائيلية للضغط الآن على حماس من أجل صفقة الرهائن نعم فضيلة إلى حد ما هي يمكن أن تشكل ورقة ضغط على حركة حماس لكن إسرائيل تعرف منذ البداية بأن هناك حدود للضغط على حركة حماس وأن مطلب وقف الحرب لا يمكن أن تتنازل عنه الحركة الحركة وفقا لمصادر إسرائيلية أبدت الكثير من الليونة فيما يتعلق ربما بشرطها وقف الحرب كانت ستقبل بضمانات أمريكية وبنص ربما ضواب في الاتفاقية يتحدث عن هدوء مستقر في قطاع غزة كانت حركة حماس مستعدة أن تقبل بهذا لكن اليوم مصدر سياسي إسرائيلي يقول بأن تصريحات نتنياهو التي بدأت يوم السبت وتستمر لغاية الآن حول ضرورة الحرب وضرورة الذهاب إلى عملية في رفح كان لها ربما المساهمة الكبرى في إفساد هذه الصفقة والآن نتنياهو إذا نظرنا إلى قضية رفح هل تفيد أمنياً لإسرائيل؟ هل هناك حاجة أمنية ملحة لهذه العملية أم الحاجة السياسية؟ إذا كنا نتحدث عن الحاجة السياسية فنتنياهو بحاجة للوقت وبحاجة لعملية رفح وبالتالي لا مجال للضغط على حركة حماس حتى لو وافقت حركة حماس نتنياهو لن يوافق نتنياهو يريد الاستمرار في هذه العملية ربما بالنسبة لنتنياهو إذا قبلت حماس بعدم وقف إطلاق النار سيعود إلى معركة رفح بعد شهر شهرين ثلاثة لكنه سيعود وبالتالي الآن التقديرات في إسرائيل هي أن نتنياهو ذاهب إلى معركة رفح سيبدأ الجيش للإسرائيلي بالتدريج الدخول إلى المدينة لن يكون اجتياح كامل لكل المدينة كما كان في السابق بسبب الضغوط الدولية وهذه هي النقطة المهمة نتنياهو يعي بأن المعركة الدبلوماسية التي سترافق معركة رفح لن تكون أقل حدة من معركة رفح بل على العكس ما سيحسن معركة رفح ربما هي الضغوط الدولية التي ستمارس على إسرائيل ومن هنا كان مهما بالنسبة لنتنياهو منذ البداية أن يقول بأنه قد جر إلى معركة رفح رغما عنه ويقول بأن حركة حماس هي من جرت إسرائيل وهي من ترفض كل الاتفاقيات وبالتالي نتنياهو بحاجة إلى تبرير الموقف الإسرائيلي أولا بأن إسرائيل أجبرت على الذهاب إلى معركة رفح أجبرت مرغمة إلى معركة رفح ومن ثم هو يحاول إرضاء الآن المجتمع الدولي وإعطاء الرواية الإسرائيلية لما سيجري في الأيام القادمة اليوم وحتى قبل أن تبدأ المعركة على الأرض فقط مجرد الطلب من السكان إخلاء شرقي مدينة رفح نحو 100 ألف مواطن من أصل مليون ونصف تقريبا لكن بمجرد هذا الإعلان الإسرائيلي بدأت الضغوط الدولية تتوالى بالأمس كان هناك اتصال من الرئيس الفرنسي الآن جوزيب قوريل مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتوقف جمهورية مصر العربية كذلك الضغوط ستزداد مع الوقت مع شعور المجتمع الدولي بأن المفاوضات فشلت وبأن العملية باتت حتمية ومن هنا نتنياهو يدير المعركة الدبلوماسية ربما بأهمية أكبر مما سيدير المعركة على الأرض المعركة على الأرض يكفيه أن تكسبه الوقت فقط لكن الوقت سيحدده المجتمع الدولي ومن هنا هذا الاهتمام الإسرائيلي وهذه البيانات المتتالية من نتنياهو إلى وزير الدفاع إلى وزير الخارجية منذ ساعات الصباح اليوم اشتركوا في القناة